خليه أسألكم بنفكر مع بعض بصوت عالي هو مين عايز للمنطقة العربية أو الشرق الأوسط أو على حسب التسميات الأكثر حداثة الشرق الأدنى أن يهدأ مين اللي عايز كده إحنا عايزين كده مصر عايزة كده الدول العربية عايزة كده لكن هو العالم عايز الشرق الأوسط يهدأ ويستقر يعني لما يستقر الشرق الأوسط تماما ده معناه أن فيه ثروة قبل للإيه مش بس قبل للنمو قبل للإستثمار التكنولوجي والحضاري والإستثمار المعرفي يعني الشرق الأوسط يبقى عنده فلوس عنده قوة عسكرية رادعة مش هقولك ضاربة ولكن هسميها بالتسمية الأفضل والأهدأ رادعة ويبقى عنده أكاديميات أو مؤسسات أكاديمية محترمة رفيعة المستوى تضاهي الموجودة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا الله ويبقى العنصر البشر كمان بيصب في صالح المنطقة العربية وخليني أخذ معنا إفريقيا بالمرة لأنها الاقتصاد الأكثر قوة لو صح التعبية ده الاقتصاد الواعد على مستوى العالم سلة الغزاء وثلة السروة وثلة القوى البشرية وثلة الصادرات وثلة الصناعات إلى آخره هو العالم عاوز نحن كده؟ لا خالص اللي بيحصل في المنطقة دي من محاولات للتهدئة وتصفير المشاكل والاستقرار بقيادة مصرية وبدعم من الأشقاء العرب كل ده بالبلدي لا لادد على أوروبا ولا لادد على أمريكا ولا عايزينه انت بالنسبة لهم المارد اللي لو خرج برا لأم أم محدش هيعرف يسيطر عليه طب هو المارد العربي أو المارد الشرق أوساطي أو المارد الإفريقي من الوحدة ما بين الإقليمين أو هذا الجزء من القارة الأسيوية والقارة الإفريقية هو مارد مؤذي يعني عمره 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 ما كان مارد مؤذي إطلاقا طالما هذا المارد فيه وج قوته كان يصدر إيه؟ العلم التفتح الحرية السماحة ده اللي حصل زمان جدا من أكتر من ألف سنة تقريبا خد بالك خد بالك تاني ده ما يلدش على الجماعة اللي شعروه مصفر وعنيه بزرق خالص فاللي بيجرى دلوقتي مش على المزاج لهذا السبب كل ما انت تقفل باب حربي يفتحوا لك التاني احنا بقى فين أقولك احنا لازم تتحد إرادتنا أكتر من كده مئة مرة ولازم نبقى شايفين إن ما ينفعش ولا واحد فينا يستقوى بالجماعة إياهم دول خلونا نستقوى ببعض هنكسب بعض أكتر وهنعرف نقف وش أي حد ولا مخلوق هيقدر يقرب من المنطقة لو احنا بجد يد واحدة